ننضي لصحيفة اليوم التالية ومنها نطالع التوقيع على القلد بين الهدندوى والبني عامر في بورسودان نقعت أطراف النزاع بمدينة بورسودان الهدندوى والبني عامر على اتفاق القلد لإيقافه لاختتال القبلي الذي شهدته المدينة خلال اليومين الماضيين في وقت نكد فيه مجلس السيادة أنه لا تهاون في أمر محاسبة المتورطين في الأحداث التي وقعت بمدينة بورسودان قال ناظر عموم قبائل الهدندوى الناظر محمد الأمين أنهم كإدارات أهلية يعملون لإزالة التشوهات التي لازمت الولاية بسبب الفتنة التي أسهم فيها الشيطان وأضاف نقول لكم ما تشيلهم لافتا إلى أن الاتفاق على القلد تقديرا لضيوف الولاية ولطاعة ولي الأمر الذي يتمثل في الحكومة والوالي من جانبه قال ممثل قبائل البني عامر السيد كنتي باي أنهم توصلوا كإدارات أهلية إلى حلول لحقن الدماء بجانب التأكيد على رفح النسيج الاجتماعي بداية أن أستاذنا ما هي الفرص المتوفرة لصمود هذا الاتفاق ممكن قبل ذلك علي المجتهام الشيطان ده يعني نحن ما نعملينا حاجات كده وفي النهاية نعلقها على الشيطان في شياطين إنس كانوا جزء من الأزمة دي خلينا نكون واضحين شياطين إنس كانوا جزء من الأزمة دي بيحرقوها سواء كان من الطرفين أو أطراف أخرى أو أطراف تحت يعني بتحرك الأشياء كلها حقنا كامل نتعامل بصورة واقعية ليه حدثت الأحداث دي؟ يعني أنا ما عندي إجابة الشاملة لكن يجب إنه يكون إجابة واضحة جدا جدا حول ما حدثتها شنو كان مسؤولية جبهة ثورية فيما يتعلق بهذه الأحداث بالزيارة التي قام بها الأمين داود سنو كان مسؤولية الأطراف التي رفضت الزيارة سنو كان مسؤولية الحكومة الولاية قامت لمنع أي انهيار أو توتر في الأمن الاجتماعي في المدينة شنو ممكن إنه يكون دور المؤتمر الوطني؟ هذا ما أريد أن أسأله عنه هناك من يشير صابع الاتهام إلى أياد خارجية لكن دعنا نتحدث عن أياد الداخلية بدايتهم كلهم مسؤولين أشوف كل الموضوع دا مسؤولين مسؤولية مباشرة إحنا دا مسؤول طيب من المسؤول في الداخل يعني؟ كلهم كل الأطراف أنا بقول أتحدث عن الأطراف أنا أحدثتها بالتحديد جبهة ثورية والأمين داود في الزيارة دي حكومة الولاية كيف تعاملت مع الأحداث الطرف الآخر الذي أصدر بيان يرفض فيه الزيارة والتهديد ببدون قانون إنه يوقف الزيارة دا بتحمل مسؤولية من هو الذي أصدر بيان بأنه شيء يوقف؟ هناك مجموعات أنا ماذا أريد سميها هي مجموعات قبلية أصدرت بيان رفضت فيه الزيارة تحدثت فيها عن إنه تستطيع إنه منعها جاء المنظمين للزيارة تحدوا وقالوا إنه إحنا بنرفض قرار منية الأمن واستعداد لها دا كل نازد أطراف مسؤولة ويجب أن يحاسن نظام حالي إذا كان حاول تكرار تجربة النظام السابق في المصالحات والمناشدات ستستمر الأزمة كما هي القانون وسيادة روح القانون يجب هي أن تكون الأساس في التعامل مع أي نزاعات قبلية سواء كان في شرق السودان في شمال السودان في قرب السودان في أي منطقة نعم نحن دي الآن الحديث عن إنه في السنوات الماضية وصلت الضحايا اللي هنا يصل إلى مئات الألاف في النزاعات القبلية في السنوات الماضية فلا يمكن إنه نحن نستمر بذات الطريقة ثانياً القبلية يجب إنه يكون حدود مسؤولياتها معروفة نعم يعني ما ممكن نخلق بين القبلية والمصالح الشخصية والمصالح السياسية وإلى آخره طيب بالحديث عن هذا الموضوع اللي هو شمال السودان والشرق وغربه هل عدم تعيين ولاة الولايات وجود الفراغ في الولايات وانشغال المركز عن الولايات في هذا الأمر تحديداً هل له دور في إنشاء أو في وجود صراعات كهذه طبعاً عدم تعيين ولاة مدنيين للولايات له أثار كبيرة جداً لكن في جزئية ما يتعلق بس النزاعات القبلية أعتقد إنها ممكن كان التحبس لو كان فيواني مدني أو عسكر عبرة فيهم كيف يتم التعامل معه الموضوع على الولايات ده أنا طبعاً برضو عندي رؤية إنه محمل فيه دوماً نتولي للجبهة الثورية المصير يصرار شديد على عدم تعيين الولايات تعيين الولايات إلى لحين اكتمال السلام ودي عملية قد تتأخر كثير جداً جداً قد تتأخر كثير جداً 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 وبالتالي بتسمح في هذا الفترة لعدم اكتمال كثير من الأشياء في الولايات بعض الأشياء ناس شافوها في بعض التغيير ولو رضوا عنه أو ما رضوا عنه في المركز لم يجدوه مطلقاً في الولايات أيضاً بالحديث عن هذا الأمر اللي هي النزاعات القبلية هل هذه النزاعات القبلية فقط يعني أنا أرى أنه كثير من الناس حملوها لتركة النظام السابق وأنه حول السودان من الطائفية للقبلية اللي حتى قبلها تحمل السودان لكن برضو النزاعات القبلية نزاعات قديمة ما أعتقد أنها تربطت بالنظام السابق قد يكون النظام السابق حاول بقدر الإمكان استغلال القبلية تغذية بعض الصراعات لمصالح سياسية أو لمصالح متعلقة في حرب ضد بعض الجماعات المسلحة هذا قد يكون صحيح لكن نزاعات القبلية نكون صريحين إنها هي نزاعات قديمة على مرع سودان كانت هناك نزاعات قديمة هذا أمر اجتماعي أمر متعلق بالتنمية أمر متعلق بصراع على الموارد إلى آخر لكن في تجلياتي المتعلقة بالنزاعات المرتبطة هذا متعلق بالدولة وبأمر سيادة الحكم القانون